السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني في الله ان شاء الله تكونوا لباس في الفيديو تاليوم راح نحكيكم على موضاد حيوي طبيعي مئة بالمئة وهو محافز جنسي بامتياز نحتاجه في الفترة هذه بالتحديد هذا الموضاد الحيوي هو الزنجبيل موجود في كل بيت نحتاجه حتى لصحة الانسان مفيدة بزاف خلاص راح نحكيكم على المكونات نتاعه على الفوائد نتاعه وطريقة تقديمه نبدأ بالمكونات نتاعه فيها البروتينات والدهون والفيتامينات ويحتوي عليه كثير من املاح المعدنية مثل المنغانيزيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد وغيرها وذلك نروح للفوائد نتاعه كما قلت لكم في اول فيديو بديت لكم به انه منشط جنسي بامتياز طبيعي وما عندهش اثار جانبية وهو موضاد حيوي طبيعي وهو بمثابة صيدلية مجانية فهو يعالج الاسهال والامساك في نفس الوقت والرشح والزكام على هذه قلت لكم مليح في الفترة هذه شوية البرد بدايجي مليح بزاف هو الامراض التنفسية ويعمل ايضا على تقوية قلب الطائر ويزيد من المناع عن تاعو وهو طار للددان موجودة في الامعاء والمعدة وكذلك يفتح شهية الطائر وينشط الكابيد وطار للسموم ومضاد لتشحهم هذه زينب اليوم مهشم خليتني نكمل الفيديو تاعي سامحوني وخلاص وذركة نروح لطريقة التقديم انتاعو طريقة تقديمه سهلة بزاف اللي عندهم طيور بزاف يديروه تقريبا ملعقة تاع زنجبيل مطحون في لتر مين الماء نعطشه طيور انتاعنا تقريبا ربع ساعة نصفي وهذاك المنقوع انمدولهم منه مرة في الأسبوع تقدر تمدلهم الاجتاءة خمس ساعات ست ساعات وتنحيلهم هذك المنقوع وتبدلهولهم بماء عادي واللي عنده زوج واحد او زوجان نقص برك الكمية تاع الزنجبيل هذيك اللي كنا نحطهم العقاءة كاملة ويروح لنا هذك الليتر تاع الماء وكل نقص هذك الليتر نديرو شوية برك ونقصوا من كمية تاع الزنجبيل ما لازمش نمدو الزنجبيل لا دوزنتاعو تسمى بزاف في هذك الماء على خطر قدر يضررنا الطائر وضررنا الماعدة نتاعو ومن اللي كنا راح نفيدوا الطيور انتاعنا انو اللي ونضروهم اللي هنا نكون وصلت نهاية الفيديو وانشاء الله هنكون فيتكم ولو بالقليل واللي عجبوا الفيديو وعجبوا المحتوى ينضم للعائلة انتاعنا الصغيرة بهت كبير والله كنقول انضموا نتفكر هذك كوميك تاع بوكيمون تاع ميوث كيقول ينضموا ينضموا والله ما نعرفش نقول اشترك وفعل الجرس وهذك الحويش المهم وصلنا للحكمة اليوم اللي تقول واش تقول الحكمة اليوم الحكمة اليوم تقول الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية فلا تتوقف ابدا عند سطر حزين فقد يكون السطر الذي بعده جميل وتكون النهاية اجمل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته اشتركوا في القناة